الخبر اللي جماهير النادي الاهلي مستنيها وبالتأكيد كله هايقول لك يلا اقول يلا اقول يلا اقول علي معلول علي معلول ان شاء الله باذن الله يبدأ التدريبات الجماعية مع الفريق اوائل شهر يناير واسف اوائل الشهر المقبل عفوا اوائل الشهر القادم ديسمبر والحقيقة الجهاز المعالج فرحان جدا بالاستجابة القوية والروح الغير عادية من علي معلول لمحاولة العودة للملعب سريعا وبالتالي انت النهاردة يوم 19 فبتتكلم بكتير وقوي بكتير وقوي وبالمبلغة اسبوعين لعودة علي معلول الى التدريبات طبعا ما بيدخلش يعني بلقوة بس خلاص بيبقى جاهز بنسبة 2% لسه بقى الجانب البدني والاعدادي وخاصة ان هو ان شاء الله لحد شهر يناير هو مش موجود بقى القد يرجع تاني من الناير اهو اللي اطد مهمة جدا وكلها دوس على وطر اكيلس اللي هو اللي كان مصاب عند علي معلول علي بلغة الكرة بيسموه ضمران خاسس عايز يرجع فرمة الفرمة وما استشفيته في فرق بين ما علمته وما استشفيته من مسؤولين داخل النادي الاهلي انه موضوع علي ان شاء الله باذن الله يعني في طريقه للانفراج ده اللي انا استشفيته لما هتكون عندي معلومة بنسبة 100% هقولك بنسبة 100% لكن علي معنوياته احسن بكتير جدا نفسيته احسن بكتير جدا اللعيبة ملتفة حواليه بشكل كويس وعلى فكرة وممكن ينزل الملعب قبل ما انا بقولك كمان بس الجهاز عايز يعني ينزل ايه فول باور ده علي معلولة هو اللي انت كنت عارفه قبل الاصابة اللي كان موجود في المباراة النهائية ده ما يخص علي معلولي بقى انا قلتلك وسام ابو علي واشرف داري وعلي معلول الاصابات الكبيرة لسه بقى شوية كريم فؤاد محمد هاني لسه قدامهم بعض الوقت اما حسين الشحات وياسر ابراهيم وامام عشور كل ده سليم بنسبة 100% وبتمرن وبيشارك ومعندهمش ادنى مشكلة ده كل ما يخص اصابات النادي الاهلي ولاعبة النادي الاهلي اللي كانوا في اجازة النهاردة وبكرة يعودوا للمشاركة باذن الله